هذه المبادرة صحت لنا عديد معتقدات معتقدات خاطئة فيها وطاتنا تعلمنا فيها أعراض تلسم من عقرب اللي فيها ونشكرون هذه المبادرة الجمعية نشطرون هذه المبادرة لصحت عديد من المعتقدات أعضاء الجمعية من طلبة العلم الطبية تتمثل في توزيع مطوئات تحسيسية وتقديم شروحات وعروضات توعاوية عبر عشر محطات تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بخطورة ظاهرتين ظاهرة تسمم العقربي وتسمم الغذائي كذلك تصحيح الأخطاء والمعتقدات الشائعة حول تسمم العقربي نذكر أن ولاية ويرغل سجلت خلال سنة 2020 حوالي 3,040 لضغ عقربي كان من بين هذه الحالات خمس حالات وفيات